سعد سفير يعني في خلال هذه الأيام أسير العديد من اللغة والأحاديث حول قضية مسلمي الإيغور في الصين وما يتعرض له مسلمي الإيغور في الصين يعني كيف ترى هذه الأزمة وما هو تعليقك على ما أسير حوالي هذه الأزمة فما تتداول هذه الأيام في السوشيال ميديل حول إتحاد الصين للمسلمين أو القومية الغغور الصينية هذا يعني أخبار مزيفة مئة بالمئة ونرى هناك وراء هذه الأخبار المزيفة يدسود من القوى المختلفة وهذا بحدثين أولا تخريب علاقات الصين بمصر وبالعالم العربي وبالعالم الإسلامي وتخريب الصداقة الأودية والتقليدية بين الصين وبين الشعوب العربية والشعوب الإسلامية وثانيا إصارة الفتنة في الداخل الصين وهذا الأسلوب يعني أسلوب خبيثة جدا وحقير جدا ولكن الشعب المصري له تاريخ طويل وله خضارة عريقة أكيد لديه الحكمة لتمييز الشائعات والأكذيب المتداولة على الإنترنت ففي السوشيال ميديا بعض الصور بتظهر كيفية تعذيب الصين للمسلمين ولكن هذه الصور بعضهم ليس معهوزة من الصين والمضخورين في الصور ليس مسلمين بالأكيد وعيضا بعضهم صور تمثيلية تمت صنعه من قبل إحدى المؤسسات الدينية غير شرعية في الصين وصاحب هذه المؤسسة الدينية غير شرعية اسمه ليونجي هو كان يدعي أن دينه هو الدين الوحيد الصحيح في العالم ودين الإسلام هو الدين غير صحيح وعيضا إذا نرى الصور لبعض الحسابات التي تنشر هذه الشائعات أو الصور المزيفة هم بيحمل العالم العصرق بها النجم والحلال هذا العالم هو العالم بتاع إحدى المنظمات الإرحابية يسمى بحركة تركستان الشرقية الإسلامية وتمن تصنيفها من قبل الأمم المتحدة كمنظمة إرحابية زيل الشكر طبعا للزميل محمد عصام على اللقاء مع السفير الصيني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر